بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لكل مسلم يحرص من خلالها على تقوية الصلة بربه عز وجل والحفاظ على الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن وقراءة القرآن بتأمل وتمعن وتدبر والذكر والدعاء وفعل الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وفيما يخص حياتي في رمضان فإنني أخلص لله عز وجل في القول والعمل وأبدأ نهاري بالسحور ثم صلاة الفجر مع جماعة المسلمين ثم بعد ذلك الراحة ثم قراءة القرآن في الضحى ثم صلاة الظهر وبعدها قراءة القرآن متأملا ومتدبرا ما فيه من الآيات والذكر الحكيم ثم صلاة العصر مع جماعة المسلمين ثم أفرغ كل الوقت الذي هو بعد صلاة العصر لقراءة القرآن والقيام ببعض الحاجات ثم صلاة المغرب ثم الاستعداد لصلاة العشاء والتراويح ولا شك أنه يتخلل هذا وذاك القيام بالأعمال التي تجب على الإنسان من بر الوالدين وصلة الأرحام وبذل الندى وكف الأذى وفعل كل ما من شأنه مقرب لله عز وجل مبعد عن ما نهى عنه ولا شك أننا في هذا الوقت يجب أن نعلم أن شهر رمضان هو أيام وساعات ودقائق ما أسرع ما تنقضي وبالتالي يجب على الإنسان أن يستغل كل دقيقة فيه بما ينفعه في أمور دينه ودنياه وإنني أوصي أبناء هذا المجتمع بصفة عامة وشبابه وشاباته بصفة خاصة أن يعلموا أنهم ينتسبون إلى وطن الإسلام إلى وطن الإسلام وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم المملكة العربية السعودية والتي يضرب الأمن والإيمان والأمان والطمأنينة والاستقرار أطنابه أطنابها فيها ولذلك فإن الواجب علينا أن نحافظ على مقدساتها ومكتسباتها وأن نكون عونا لولاة أمرنا على كل ما يحافظ على أمنها وأمانها وأن نعلم أن هذه البلاد مقصودة محسودة موجهة إليها سهام مسمومة من دعاة الفتنة والشر والفساد والإفساد الواقفون على أبواب جهنم سواء فيما يتعلق بالأفكار المنحرفة والاتجاهات الضارة والجماعات والتحزبات أو أولئك الذين ينادون إلى الحلال الخلقي والسلوكي وإن هذا الوطن بمقدراته ومقوماته وعقيدته ودينه وما يقوم عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطن عظيم يجب علينا في مثل هذا الزمن أن نكون يقضين فطنين حريصين على كل ما يجمع كلمته ويرأب صدعه ويلم شمله ويكون حاجزا مانعا وجبلا صلدا قويا وصخرة تتفتت عليها دعاوى المبطلين وانتحال المنتحلين ودعاة الشر أي كان نوعهم ومهما كان شكلهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا وولاة أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اشتركوا في القناة